استاذ الزماني ممكن تحطلنا صورة يوسف هنا على الشاشة الكبيرة دي انتم متخيلين يا جماعة انه الدكتور محمد ابو موسى هو يقوم بعمله كطبيب في ظل كل تلك الظروف يقوم باغاتة الناس محاولة اسعاف المصابين محاولة يعني الوقوف بجانب منهم على شفى الموت ثم يأتي له خبر قصف بيته يأتي ليه هذا الخبر يقوم بالاتصال يسمع الصوت يوسف سبع سنين شعره كيرلي ابيضاني وحلو هي مش بس التحنقة اللي مكتوبة فيه هي التحنقة لانه ارتقى شهيدا وكأن هذه الشهادة بتاعة شهدته في المدرسة لسنة عشرين تلاتة وعشرين هي شهادته الاخيرة كي يصبح شهيدا يوسف هو يوسف ده شاي البندقية طب يوسف شاي الار بي جي طب يوسف يقف خلف الكاتيوشا هل يوسف كان يحلق بالخفاش يوسف طفل صغير سبع سنوات بيلعب في البيت طب هو بيت يوسف ثكنة عسكرية هو بيت يوسف هدف عسكري بس الاحتلال المتوحش لا يرى يوسف لا يرى المنزل لا يرى الطفولة لا يرى الإنسانية لا يرى أي شيء وحشية الاحتلال لا تريد إلا الدم فقط وحشية الاحتلال لا تريد إلا القضاء على قطاع غزة بكامله عن بكرة أبيه يعني شوف دكتور أحمد المنظري لما كنا بنكلمه قال لنا يوجد الآن فوق المليون مواطن من النازحين اتجهوا جنوبا دي خطة الاحتلال يتجهوا جنوبا ثم بعد ذلك دفعوهم دفعا إلى مصر عاوز يفضي القطاع يوسف شعره كرلي أبيضاني وحلو الله يرحمه مع السلامة يوسف